اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلبة في درس الثاني تطبيقات على انعكاس الصوت درسنا سابقا عن مفهوم انعكاس الصوت وهو ارتداد الصوت عن حاجز من التطبيقات على انعكاس الصوت الرجاء اعزائي الطلبة متابعة الدرس من الدوسية صفحة 30 اولا صداء الصوت تخيل نفسك في رحلة كشافة مع معلمك وطلبة صفك الى منطقة رم التي تتميز بجبالها الشامخة وبينما كنت تنتقل بين الجبال ضللت الطريق وافترقت عن اصدقائك فناديت عليهم بصوت عال جدا وتفاجأت ان صوتك قد عاد اليك وتكرر مرات عدة لماذا سمعت صوتك يتكرر وماذا نسمي هذه الظاهرة تسمى هذه الظاهرة تكرار الصوت ورجوعه الينا بصدى الصوت وهي من احدى التطبيقات على مفهوم انعكاس الصوت ما المقصود بصدى الصوت؟ هو تكرار سماع الصوت نفسه بعد زوال الصوت الاصلي نتيجة انعكاسه عن حاجز كبير وبعيد نلاحظ من الشكل رجل يصدر صوتا في منطقة ذات سلاسل جبلية لاحظ عزيز الطالب ان الصوت خرج من الشخص وبدء واستضم في حاجز فانعكس ارتد ورد ايضا استضم في حاجز اخر وانعكس عنه وهكذا لاحظنا هنا ان حدث للصوت الناتج عن الشخص انعكاس اكثر من مرة فهذا هو سبب تكرار سماع الصوت نفسه بعد زوال الصوت الاصلي نتيجة انعكاسه عن حاجز كبير وبعيد عنه من الامثلة على ظاهر صد الصوت الخفافيش كما هو موضح بالشكل عزيزي الطالب نجل ما هي شروط حدوث الصدى واحد وجود حاجز كبير ويفضل ان يكون عاكس للصوت مثل جبل او حائط كما شاهدنا بالشكل السابق ان لا تقل المسافة بين مصدر الصوت والحاجز عن 17 متر سؤال يبادر الى ذهنة حتى يحدث الصدى يجب ان لا تقل المسافة بين مصدر الصوت والحاجز عن 17 متر وضح سبب ذلك لان الاذن البشرية تحسب الصوت خلال واحد بالعشرة ثانية او اكثر واذا كانت المسافة اقل من ذلك سوف يتداخل الصوت الاصلي مع الصدى فرح يصير تشويش ثانيا من التطبيقات الاخرى على انعكاس الصوت وهو حساب اعماق المحيطات وضح كيف تساعد ظاهرة انعكاس الصوت في قياس عمق المحيطات رجاء عزيز الطالب متابعة شرح الدوسية صفحة 31 من خلال صفحة 31 من الدوسية نجد انه تستخدم ظاهرة انعكاس الصوت في قياس اعماق المحيطات كيف؟ ترسل موجات الصوتية الى قاع المحيط لما ترسل الموجات الصوتية الى قاع المحيط هو وسط بعيد وعاقس للصوت بحساب الزمن الذي استغرقته الموجة الصوتية من لحظة اصدارها حتى عودتها وبمعرفة سرعة الصوت في الماء كما تم شرحه سابقا يمكن تحديد عمق المحيط باستخدام العلاقة السابق معرفتها السرعة تساوي المسافة تقسيم الزمن اذا اعزائي الطلبة من خلال اصدار موجة صوتية تمر عبر الماء سوف تصطدم بسطح المحيط ورح ترتد هلا انا بكون حابة احسب بالزمن قدية رح تاخد مني الموجة الصوتية حتى تنزل وترجع طبعا ومعرفتنا بسرعة الصوت في الماء من خلال العلاقة اللي تم شرحها في الفصل الاول السرعة تساوي المسافة تقسيم الزمن انا بقدر من خلالها اتمكن بحساب سرعة حساب اعماق المحيطات الرجاء عزيز الطالب متابعة اختبر نفسك واجب صفحة 31 الدوسية وسوف يتم متابعتها من قبل الادارة ومعلمة المادة على موقع المدرسة دمتم بحفظ الله والقادم اجمل